وزيرة الهجرة المصرية سوها جيندي الحقيقة بتحاول أنها ترد الليبيا اللي بتعمله معنا لأن ليبيا الحقيقة الفترة الأخيرة يعني أيما معنا بدور مش ولابد ليبيا بتقول للعالم كله للاتحاد الأوروبي لكل الدنيا أن هي البوابة وهي الحارس بتاع البوابة الجنوبية لأوروبا وهي السد المنيع أمام الهجرة غير الشرعية فكان لازم الحقيقة الحكومة المصرية تتحرك فقررت سوها جيندي وزيرة الهجرة إن هي تتكلم وتقول وتؤكد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الفرص الآمنة بتقول إيه الوزيرة؟ بتقول مجموعة من التصريحات إن شاء الله هتطلع أهيه أيوة وفقا لمصراوي قالت إن إحنا أطعنا شوت كبير جدا في الموضوع ده في موضوع الهجرة غير الشرعية وتعزيز الفرص الهجرة الآمنة فالوزيرة هنا بتقول لك أنا أهمنا على الهجرة غير الشرعية بس هنعمل هجرة نظامية يعني نعمل هجرة كويسة تكون آمنة يعني اجتمعت مع وزير الداخلية القبرصي كونستنتينوس يوانو بمقر أزارة الخارجية القبرصية بحثوا التعاون الإيجابي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الإيجابية الآمنة لحد من تلك الظاهرة عشان يمشوا مع المبادرة الرئاسية بتاعة مراكب النجاة وكان حاضر السفير عمر حمزة سفير مصر بدولة قبرص طبعا عايزة أقول لك أنه في الخلفية تركيا ريأكت أنجري يعني عارف أنت الإيموجي اللي هو فيه وش غضبان كلما مصر بتقرب من أبرص فأي حاجة تركيا بتزعل فبس خلي بالكم السيسي أجل زيارته اللي كان مفوضي قبل أردوغان فيها من شهر بين وكان كل الناس بتقول إنه رايح تركيا وما راحش وتفسيرات كتيرة طلعت يا ترى ليه كلما مصر بتروح ناحية أبرص تركيا بتتحسس سلاحها زي ما بيقولوا بتحس إنه فيه مشكلة كبيرة نرجع بقى للوزيرة بتاعتنا قالت إنها مرحبة ومستعدة لمناقشة كافة المجالات اللي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة الآمنة وقالت إن إحنا وزارة الهجرة شغالة في المبادرة الرئاسية اسمها مراكب النجاة عشان يوعوا الشباب بمخاطر الظاهرة تنفيذا لتكريفات سيارة الرئيس المشير الركن عبد الفتاح السيسي فإحنا عندنا مبادرة رئاسية اسمها مراكب النجاة الحمد لله بيشتغلوا إنه هم يعرفوا الناس يعرفوا الولاد الصغارين في القرى إنه يا جماعة الهجرة غير الشرعية دي كخ وحشة ما حدش يعملها لإنه ممكن تغرأ في المركب لكن في نفس الوقت يا سيادة الوزيرة هل أعدتوا مع الشباب دول وكلمتوهم عن توفير الحكومة لفرص عمل عن رفع مستوى المعيشة عن خفض أسعار السلع عن أي حاجة لها علاقة بأسباب الهجرة غير الشرعية ما هو معلش أنا آسف يعني مراكب النجاة دي أفهمها مش إن أنتوا هتعودوا تقولوا للولاد في سيمينارز وويبنارز إن الهجرة وحشة وإن المراكب المطاطية وحشة وممكن تموت ما هو بيموت في بلده يا سيادة الوزيرة هو أصلا بيموت جوه بلده هو مش لاقي لا مركب ولا نجاة في البلد هو لا لا يأكل ولا لا يشتغل ولا عارف يعيش فبيسافر يجرب حظه في أوروبا أو في أي مكان تاني قلنا إن فيه طريق هجرة تاني دلوقتي ليه أمريكا الجنوبية وبيوصلوا من خلالها ليه لولايات المتحدة الأمريكية فسيادة السفيرة سوها جندي بس يعني لو ما فيهاش إزعاج لسيادة تشوفوا لنا موضوع مراكب النجاة ده إن أنتو تخلوا الناس تقدر تعيش في البلد وسيبك من موضوع الهجرة غير الشرعية والهجرة الأمنة وبعدوا عن أبرس يا جماعة عشان تركيا بتزعل وإنتو بصراحة مش عايزين تركيا تزعل يعني أعتقد إن انتو حابين الإعلاقات تبقى كويسة نروح للخبر الثاني